اليوم في قصة خبر نوضح ماذا حصل يوم عيد الميلاد الأول من أمس الجمعة بالولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً الانفجار الذي سجل في مدينة ناشفل عاصمة ولاية تانسي جنوبي البلاد بدايةً ماذا حصل في مدينة ناشفل؟ ما حصل هو انفجار منزل متنقل كان متوقفاً في أحد شوارع المدينة فجر يوم عيد الميلاد الأول من أمس الجمعة الانفجار أدى لإصابة ثلاثة أشخاص ودمر سيارات عدة وألحق أدراراً بأكثر من أربعين شركة وخلف آثاراً من الدمار على مساحة واسعة المنزل المتنقل انفجر بعض لحظات من تعامل الشرطة مع بلاغات عن إطلاق نار في المنطقة وملاحظتها المنزل المتنقل وسماع رسالة آلية صادرة منه تحذر من وجود قنبلة لكن من نفذ الهجوم؟ وهل تم تحديده المسؤول؟ المحقق الخاص بمكتب التحقيقات الاتحادي دوغلس كورنسكي قال أن المحققين يعملون بنشاط لتحديد هوية ما يبدو أنها أشلاء بشرية عثر عليها وسط الحطام لكنه لم يذكر ما إذا كان يعتقد أن الأشلاء تخص الشخص الذي يقف وراء الحادث الذي يصفه مسؤولون بأنه عمل متعمد وفيما امتنع المحقق الخاص بمكتب التحقيقات الاتحادي عن تحديد هوية الشخص ذكرت شبكة سي بي أس نيوز نقلا عن مصادر إنفاذ القانون أن أنتني كوين وورنر البالغ من العمر 63 عاما وهو من سكان منطقة ناشفل محل اهتمام مرتبط بالانفجار وذكرت الشبكة أن وورنر كان يمتلك عربة مماثلة لتلك التي تعرف عليها المسؤولون في موقع الانفجار فانتظار تحديد هوية المسؤول عن الهجوم ما الإجراءات المتخذة الآن؟ طبعا الشرطة الأمريكية تحقق في أدلة مرتبطة بالانفجار وكشف مكتب التحقيقات الاتحادي أن عناصره وضباطا من الشرطة المحلية يحققون في أكثر من 500 معلومة ويمشطون الموقع موقع الانفجار من جهته قال حاكم ولاية تانسي بيلي أنه أجرى جولة في منطقة الكارثة وأضاف على تويتر أن عدم تسجيل أي قتلة معجزة وفي رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب لي أعلن الطوارئ في ولايته للمساعدة في جهود الإغاثة ودعونا هنا نشير إلى أن الانفجار هو الأول من نوعه في مدينة ناشفل التي تعاد عاصمة موسيقى الريف في الولايات المتحدة الأمريكية وأدى الانفجار لإثارة حالة من القلق والذعر في المدينة خصوصا أنه حصل يوم عيد الميلاد للأسف سنظل طبعا متابعين للمسجدات وننقل آخر التطورات فور حدوثها بشأن هذا الانفجار في ناشفل ترجمة نانسي قنقر